وفق مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على فض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني ذلك بعد استعراض لإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد وخلال الجلسة العامة الختمية نقش المجلس عددا من مشروعات القوانين منها مشروع قانون بتنفيذ محطة تداول وتغزين بضائع بميناء شرق بورسعيد والموافقة على مشروع قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ختام جلسات دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني ناقش مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة وثلاثة عشر مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها وأعداد تقارير بشأنها كما تمت إحالة ثلاثة وخمسين تقريرا باقتراحات ورغبات ووافقت اللجان عليها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات خلال الجلسة وفق المجلس نهائيا على مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذو الهمم وتم تعديل المسمى ليكون صندوق قادرون باختلاف ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي فيما وفق المجلس نهائيا على مشروع قانون تصميم وإنشاء وإدارة محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد ومشروع قانون تنظيم نظام تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبالفعل أعتقد أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم الموضوعات اللي لو ركزنا عليها في مصر يعني هليني أقول أن هي هتنطص جدا جدا العمالة الزائدة هتنطص جدا الشباب اللي بيدوروا على شغل كمان نحن نتكلم النهاردة على شكل من الحوكمة والشفافية اللي هتكون موجودة بمناسبة فض دور للعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني أعرب رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بما تم إنجازه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور لما له من مرضود مباشر على الفرض والمجتمع نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني قطعنا فيها معا خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعا لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري وفي ختام الجلسة تم عرض بيان تفصيلي حول ما تم إنجازه خلال هذا الدور على جميع المستويات التشريعية والرقابية والسياسية لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة اشتركوا في القناة